موضوع هذه الحلقة ترك الموضوع لك غفران بلا حدود هو كتاب يتكلم على الغفران في وجهة نظر الكتاب المقدس المسيحية وكمان يتكلم على فكرة الغفران في الإسلام إزاي الغفران في المسيحية غير محدود وإزاي أنه محدود في الإسلام الفكرة مش بس أننا نوصل أن ربنا يغفر لنا زنوبنا لكن كمان إزاي نعيش ده وهو دي الفكرة اللي أنا حيكتكلمت عليها في الأول إن أنا كنت بيعيش في ظروف صعبة في حياتي في وقت كان صعب جدا 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 وكنت مش موضوع كتابة المعلومات لكن إزاي أنا عشت الفترة دي في حياتي كنت بفهم يعني إيه الواحد يعيش الغفران إزاي الواحد يغفر لنفسه ويغفر للناس اللي حواليه وإزاي يمارس الغفران مع الآخرين ويكون ليه تأثير إيجابي على حياتي وعلى حياة الناس اللي حواليه وأنا لقيت حيات كتيرة جدا اتغيرت في حياتي بسبب الغفران أما أنا بتيت أعيشه بجد مش بس أتكلم عنه لكن أعيشه وأمارسه واختبرته واختبرته في اختبارات الحياة كانت قاسة جدا جدا في حياتي وكان صعب علي قوي أن أنا أخفر فيها في أوقات معينة لكن كنت بتحط قدام كلمة وكنت ربنا بيحط قدامي تحدي هل أنت هتقدري أنك أنت تعتمدي على قوتي أنا ولا هتعتمدي على أدراعك أنت وعلى مقدرتك وعلى إمكانيتك فأنا كنت بختار أن أنا أتريمي في ربنا أن أنا أقوله أنا مش قادرة لكن أنت تقدر وهنا ابتدى ربنا يديني شفاء للمشاعر المجروحة ولمرارة والإحساس بصغر النفس وإحساس بالزنب على أمور سواء أنا ارتكبتها أو ما ارتكبتهاش وابتدى ربنا يشفيني من جوه وبتطلع أتكلم عن الغفران مع ناس بيعدوا في نفس الظروف ده هيت وبيعدوا في نفس الأمور ده هيت وبيبقوا مش قادرين أنهم كمان يغفروا يعني يمكن النهاردة النقطة اللي احنا هنتكلم عنها هي إزاي المسيح غفر لنا إزاي أن ربنا هو اللي بيستر بيستر خطياتنا وبيستر أثمنا وزنبنا لكن ممكن أن نحن في وقت تاني نكمل يعني كنت بدي أقول للتوضيح أنه الكتاب هو عبارة عن جزئين الجزء الأول بيتناول الغفران الإلهي إنه إزاي كيف الرب غفر لنا وإنه غفرانه بلا حدود والجزء التاني بتهيال إذا أنا فاهمك كويس إنه رح بيتكلم عن العلاقات إزاي أغفر لنفسي إزاي أغفر للآخرين إزاي أنا أستقب الغفران وإزاي أنا أمارس هذا الغفران